موسيقى بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين خريستوس هانستي إحنا ما زلنا بنتكلم في القيامة وفي أفراح القيامة وفي التغيير اللي حصل للتلاميذ والتغيير اللي حصل للمؤمنين من خلال فعل القيامة والنهاردة الجمعة الثالثة بيتكلم معنا الكراءات على مبدأ مهم جدا إحنا بنشوف إن خط سر الكراءات إن في البوليس بيكلمنا عن عمل النموس والختان وإزاي التغيير اللي حصل بالروح في التلاميذ في الناس من خلال نعمة ربنا وفي نفس الوقت الكاسيليكون بيكلمنا عن أن إحنا أبناء الله وقصة حنانيا وسفيرة في الإبراكسيس وإزاي هم يتكلموا مع بعض بطريقة مختلفة وحطوا في دماغهم اتفاق مختلف تماما عن المفروض يحيو بيه في الروح ويجي الإنجيل يكلمنا عن الحرية والمسيح بيحررنا من كل شيء أن الحق يحرركم وده يعني هو ده تغيير اللي حصل واللي المهم كل واحد مننا يدركه يعني التلاميذ لما كانوا عايشين مع المسيح بيسمعوا كلامه بيتعلموا منه لكن في نفس الوقت كانوا شايفين المعلم شايفين رابوني شايفين أن فيه تعليم فيه قوانين وارتباطهم بالقانون بالنموس اللي كان موجود وإزاي المسيح كان بيقدر يغير فيه الفكر النموس وإزاي أنه هو بينميهم حتة حتة علشان يقدروا يفهموا النموس لكن بعد القيامة فيه حصل تغيير مهم جدا إن رابوني اللي المجدلية لما شافت المسيح قالت له رابوني المعلم هنا لابد أنه يتغير في فكرنا من أنه بيحط لنا قوانين وشرائع وبيحط لنا أنزمة المسيح لم يأتي لوضع قوانين ولا شرائع ولا أنزمة لكن المسيح هنا لابد أن يتغير في فكر كل واحد مننا من خلال مفهوم القيامة يتغير لحاجة مهمة جدا وهو أن يصير هو نفسه ينبوع المعرفة ينبوع الحكمة ينبوع النعمة في داخلنا هو ينبوع الحياة في داخل كل واحد مننا ومن خلال ينبوع الحياة أنت هتبصت لأي نفسك أنك بتفهم كويس قوي يعني معنى البنوة وبتفهم كمان معنى الحرية وعشان كده ما فيش أبدا إنسان يقدر يدخل مع المسيح في هذه العلاقة بدون فكر القيامة عشان كده التلاميذ شافوا المسيح وهو بيعلم بس بعد القيامة ابتدى الوضع يتغير تماما لأنهم حاسوا أنه هو بيديهم حاجة مختلفة القوة بتاعة القيامة قوة القيامة وفاعلية القيامة في حياة كل واحد منهم غيرت في مفاهمهم وعشان كده تبصت لقيهم ابتدوا ينفتحوا ابتدى الفريم اللي كانوا وغدينه ابتدى يتغير ابتدى يبقى في عندهم في حرية وحرية مجد أولاد الله ابتدى مفهوم النموس بالنسبة لهم بيتغير وعشان كده ربنا كان بيثبت هذا الفكر بأعمال كثيرة زي قصة حنانيا وسفير قصة غريبة لكن في نفس الوقت قصة جميلة جدا لكل واحد من لنا هم يعني شافوا أن فيه قانون فيه حدث بيتعامل أنه تلاميذ قالوا أنه كل واحد يأخذ اللي هو عايزه كل من له احتياج يأخذ وكل واحد برضو عنده أشياء بيكانوا بيبيعوها بيحطوها تحت أرجل التلاميذ ما حدش أجبارك أنك تعمل كده وبالتالي الشكل اللي الناس عايزين يخدوه هو اللي بيجبر الناس هو اللي بيحكم الناس هو اللي بيربط الناس المسيح ما كانش عايز يربطك بهذا الشكل لكن المسيح عايزك تتصرف من خلال عمق حياة وعمق حرية وعشان كده الإنسان الروحي لا يحكم فيه من شيء أما إنسان الغير الروحي فبيحكم فيه من كل شيء وعشان كده أنه من خلال مفهوم القيامة من خلال فعل القيامة أن ربنا بيحط فينا بيسكن هو فينا يعني ليسكن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا كل واحد مننا يبتدي يعرف لنعرف مع حبة الله فائقة المعرفة بيسكن هنا الحرية مرتبطة تماما بتغيير المفهوم عن المسيح اللي بيحط لنا قوانين وبيحط لنا شرائع وبيقول لنا أنتوا لازم تعملوا كذا وما بين المسيح القائم من الأموات اللي بيضع فينا روحه الكدوس اللي بيضع فينا فكر بيضع فينا حياة فيه ينبوع حكمة وبتبصي تلاقي هذا الإنسان من خلال ينبوع الحكمة من خلال ينبوع الحياة اللي موجود فيه هو نفسه بيتصرف في الحياة بطريقة تلقائية لأنه بيثبت في الإرادة الإلهية يعني حلول المسيح فينا بيحل في الكيان الإنساني ده بيخلي الإنسان نفسه ينبوع فيه ينبوع الحياة ينبوع الحكمة ينبوع الإفراز وده يخلي الإنسان يتصرف في تصرفات في حياته مختلفة تماما فما بيبقاش بقى النموس هو اللي رابط الإنسان وعشان كده لما جاي يحن الحبيب يعبر عن ده قال أن النموس بموسى أعطى أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار فكرة فكرة أنه كينونة النعمة والحق غير العطاء يعني ربنا أعطى النموس إلى موسى أما الكينونة أما أنه يصير لنا هذا مش ممكن أبدا يكون لنا إلا من خلال ينبوع الحياة وهو المسيح فإذن هنا أنت محتاج بس كل ما في الأمر تحدد مع نفسك كده عشان تحصل على هذه الحرية اللي أنت بتتمناها هي حرية أن الإنسان بيتحرر أولا من القيود الداخلية اللي في حياته يعني إحنا كتير من الأوقات بنحط لنفسنا قيود وبنتأيد بقيود إحنا جايز تكون هذه القيود موجودة في داخلنا من طفولتنا ومن التكوين اللي تكون في حياتنا يعني جوه كل إنسان مننا في طفولته بيتكون بعض المفاهيم بيتكون سيستم في حياتنا إحنا بنستقبل المفاهيم إزاي فبالتالي في إنسان يستقبل المفاهيم محبة الله بطريقة تسبب له قيد دائم في حياته يعني بمعنى إنه ربنا هيحبني ليه هيحبك ليه آه عشان أنت يعني شاطر وبتعمل حاجات كويسة فبالتالي ارتباط محبة الله ببر أنت تصنعه فأصبحت محبة الله مشروطة فبالتالي لما يجي الإنسان بيفكر في محبة الله تلاقيه لابد أنه يقول إيه لازم أعمل حاجة أكسب بيها محبة ربنا وبالتالي بيحط على نفسه قيد قيد سقيل جدا كيف يستطيع الإنسان كيف يستطيع الإنسان أن يصنع برا ليكتسب به محبة الله مش ممكن لو 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 كل العالم كله لا يستطيع لكن في حاجة مهمة جدا ده قيد من القيود اللي اللي الناس حطتها على نفسها المسيح بقى عايز يحررك من هذا القد ويقول لك أن ربنا بيديك محبة أنه يحبك إذ ونحن بعض خطاه مات المسيح من أجلنا يعني وبالتالي هذه المحبة اللي ربنا بيديها لنا هو تغيير في مفهوم الإنسان من الداخل يعني معنى كده أنه كل إنسان مننا بيدرك أن حريته الحقيقية هي في إدراك محبة الله لي غير المشروطة لكن ربنا يريد أنك أنت تبادل هذا الحب وبالتالي أنت تعبر عن محبتك لله من خلال أنك أنت تسمع وتثبت في كلامه عشان كده أنه كان بيربط ما بين الحرية وما بين الثبات لي للأبد فإنه كل من يعمل الخطية فهو عبد للخطية والعبد لا يثبت في البيت إلى الأبد أما الإبن فيثبت إلى الأبد فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار وعشان كده القيامة من خلال مفهوم السبات في المسيح ومن خلال بنوتنا للمسيح بيثبت الإنسان إلى الأبد كابن وبالتالي تكون له الحرية فحرية تغيير المفاهيم من الداخل مش بس خطية يعني الإنسان بيعمل خطية لكن جزء من الجزور الأساسية بتاعة الخطية هو المفاهيم للإنسان بيبنيها من طفولته ومن خبراته في الحياة فعشان كده إحنا محتاجين نغير المفاهيم من إرضاء الناس من إرضاء النموس إلى تغيير الأساسي اللي المسيح عايز يعمله لنا هو ينبوع الحياة اللي بينبع في داخل حياتنا يتغير مفهوم رابوني المسيح رابوني ولا إلى المسيح ينبوع الحياة ينبوع الحكمة في حياتك وإن وصلت إلى هذا المفهوم وابتدى المسيح يتغير في حياتك من المعلم فقط إلى ينبوع الحياة ينبوع الحكمة فبالتالي هيثبت فيك وإنت تثبت فيه وبالتالي حياتك بتبتدي تاخد شكل جديد وهتبص تلاقي حنانيا وسفيرة بعدوا عنك وهتبص تلاقي في فرحة تبقى في حياتك لأن هذه الفرحة هي ينبوع الحياة في داخلك ربنا يبارك فيكم ويعطيك كل نعمة وبركة ولإلهنا المجد إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة